السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في مادة اللغة العربية مكون الاستماع والتحدث وعنوان حكايتنا هي دمية وصيارة الحصة الأولى ومن أهداف الدرس تعرف المضمون العام للحكاية من خلال سماعها ثم التعرف على عناصر الحكاية الشخصيات ثم الأمكنة والأحداث كما قلنا عنوان الحكاية دمية وصيارة كما تلاحظون أعزائي هذا العنوان يتكون من كلمتين دمية وهي لعبة يلعب بها البنات وصيارة أيضا هي لعبة لكن يلعب بها الفتيان جيد لنلاحظ معا صويرات الحكاية ماذا تلاحظون في الحكاية؟ هناك أب مع طفلين جيد ماذا فعل الطفلان؟ تعلق الطفلان برقبة أبيهما تعلق الطفلان برقبة أبيهما أحسنتم وماذا يحمل الأب؟ يحمل هدايا جيد بماذا يلعب هذا الطفل؟ انظروا له جيدا يلعب بالسيارة يلعب بسيارته وماذا تلعب الطفلة؟ بماذا تلعب الطفلة؟ بماذا تلعب الطفلة بالدمية أحسنتم لنلاحظ الآن آخر صورة لاحظوا جيدا الأطفال لدينا الطفلة تبكي والطفل يقف بجانبها خائفا لماذا؟ سوف نتعرف ذلك في أحداث الحكاية الآن سأحكي لكم الحكاية فاستمعوا جيدا وأنصتوا إليك هذه العنوان دمية وصيارة عاد الأب إلى البيت أسرعت إليه غادة الصغيرة قفست بين أحضانه وباذلته قبلات التحية ثم لحق بها مروان فتعلق برقبة أبيه وقبل خده قال الأب معي هديتان دمية جميلة تغمض عينيها وتفتحهما إنها لغادة ومعي سيارة حمراء تشتغل بالبطارية وتتحرك بوحدة التحكم عن بعد وهي لمروان تناول مروان الصيارة وجلس على ركبته ينظر إليها في فرح وإعجاب ثم أخذ يسيرها عن بعد على الأرض وتناولت غادة الدمية وبدأت تتفحص وجهها المشرقة وعينيها السوداوين وتربط على شعرها الناعم وفستانها الأنيق أعجبتها كثيرا فراحت ترقصها وتضعها على صدرها وتناغيها هغمضت الدمية عينيها فقالت لها تعبت يا عزيزتي تريدين أن تنامي إن الصغارة ينامون باكرا وضعت غادة الدمية في مهدها وغطتها ثم بدأت تهديدها اقترب منها مروان وقال غادة أعطيني دميتك رفعت غادة رأسها ويدها على فمها وقالت بصوت هامس لا ترفع صوتك دميتي نائمة لماذا تريدها؟ لتسافر معي في سيارتي إنها نائمة أتركها حتى تستيقظ لكن مروان مد يده إلى الدمية ليخطفها ويضعها في سيارته سبقته غادة وضمت الدمية إلى صدرها نطرها مروان بقوة من يد أخته ففصل يد الدميتي عن جسدها انفجرت غادة بالبكاء أسرعت الأم تسأل عما وقع وبعد أن استمعت لغادة ومروان قالت لهم سأصلح الدمية التي أفتدتها يا مروان لكن سيارتك ستحجز في مرأة بخزانتي إلى أن تشفى الدمية جيد بعدما سمعنا الحكاية سأختبر الآن فهمكم السماء ماذا أهدى لكل من غادة ومروان جيد أهدى لغادة دمية ولمروان سيارة أهدى هما جيدا الأب ماذا فعلت غادة بالدمية أخذت ترقصها وتضعها على صدرها وتناغيها ماذا فعل مروان بالسيارة؟ أخذ يسيرها عن بعد على الأرض أخذ يسيرها عن بعد على الأرض ما السلوك السيء الذي قام به مروان؟ كسر مروان دمية غادة أحسنتم من أصلح خطأ مروان؟ من؟ أمه هي التي أصلحت خطأ مروان جيد الآن سنتعرف على عناصر الحكاية ونبدأ مع أول عنصر من هم شخصية حكايتنا؟ من هو الشخص الذي قدم الهديتين؟ جيد الأب نعم ولمن قدم هذه الهديتين؟ لمن؟ نعم لدينا مروان وغادة أحسنتم ومن الذي أصلح الدمية؟ الأم إذن شخصيات حكايتنا هم الأب مروان غادة ثم الأم لننتقل الآن إلى عنصر آخر وهو المكان أين جرت أحداث القصة؟ أحسنتم في البيت وإين وضع مروان السيارة؟ وضعها على الأرض جيد متى ينام الأطفال؟ متى ينام الأطفال؟ باكرا أحسنتم إذن الكلمة التي تدل على الزمان في حكايتنا وهي باكرا والآن لنبقى مع آخر عنصر من عناصر الحكاية وهو الأحداث حيث وردت مجموعة من الأحداث في حكايتنا ويمكن أن نلخصها في النقطة التالية لدينا عودة الأبي من العمل إلى البيت الترحيب به من طرف أبنائه ثم تقديم الهدايا لكل من غادة ومروان وأخيرا مناولة اللعبتين من طرف الأطفال أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم إلى اللقاء